صراحة ان ذاك شي اللي دروا منتخبنا الوطني النسوي لا يصدق واي واحد كان متبع البطولة ما كانش متفائل ولا واحد في المئة بالمرور للدور الثاني خلينا من تحقيق الانجاز التاريخي تخيل معايا تخسر المباراة الاولى بستان صفر وتبان بواحد المستوى ضعيف بزاف والتعرض للسخرية من العالم كامل اللي متبعها التظاهرة وفي الاخير تصدق انت هو اللي غدي تأهل والمرشح للفوز بالبطولة غدي تقصى في اللحظة نسينا اننا خاصنا ندير النية وفقدنا الامل وقلنا ان المباراة اللي بقاوا غدي يكونوا فقط للتسلية لكن هاد اللبؤات بقاوا محافظين على القاعدة اللي هي النية وبقاوا مامنين بالحضوط ديالهم حتى الاخر لحظة وفي الاخر النية ديالهم هي اللي ربحات مقطع اليوم غدي يكون مختلف على اي حاجة شفتوها من قبل على هاد المنتخب تأكد انك دعمتين بالضغط على زر الاعجاب والاشتراك معنا في القناة لك انت جديد وكيف مالعدة باش نعيش وحماس الكورا مجموعين غيكون سؤال في اخر الحلقة وصاحب الجواب الصحيح غيفوز بقاميس المنتخب جودة عالية لغيوصله احتلالطار وفي المقطع القادم غدي يتم الاعلان على الفائز من هاد الفيديو والفائز ايضا من الفيديو السابق اللي كان علا كيليان مبابي هاد مكي داعش اننا غن حطو ادينا هاد اين ما تشلو ان شاء الله مش الخسارة هي اللي هي اللي غتخلينا اننا نحطو ادينا ما احنا عازمين ان شاء الله باقنا هادو ما حاولونا نريكيبري وننلوح هادو ما تشورانا ونوجدو ما تشتليجين حتى اشتحاجة مستحيلة حتى اشتحاجة مستحيلة محبي قناة قصة بطل مرحبا بكم تألقوا الاداء المبهر لبطالات المغربيات في نهائيات كأس العالم كي حتم علينا نصفوهم ونعطيوهم الحق الكافي باش يكونوا في عددنا اليوم كبطالات متميزات صنعوا المجد وشرفوا الراية المغربية بافضل صورة على خطأ وسود الاطلس في قطر لبؤاد دخلوا التاريخ من اوسع ابوابو وحققوا انجاز تاريخي بالتأهل الى دور التوم النهائي في مونديال الفين وثلاثة وعشرين المنظم باستراليا ونيوزيلاندا بعد تحقيق الفوز على كوريا وكولومبيا في دور المجموعات سيدات المغرب فعلا رفعوا رأسنا وفرحوا الشعب المغربي بسيناريو جنوني ودراماتيكي عاجوا كل واحد فينا تبع ما صارهم فاضل بطولة بعد الخسارة امام المانيا بنتيجة كبيرة ستلزيرو تعرضوا الحاملات شريسة في مواقع التواصل الاجتماعي كي اللي قال شوهونا كي اللي قال لاش مشاو ما كيعرفوش يلعبوه وفي الصراحة هادشي ما كاش سهل للعبات ديالنا صدمت البدايات وتسجل عليك ست اهداف وتشوف بعد دقائق من نهاية المقابلة اشكي كتبو عليك والتنمر الصخرية موقف صعيب بزاف كان ممكن يحطم اي منتخب اخر ويخليه يستسلم في باقي المقابلات ويخرج خالي الوفاة في دور المجموعات ولكن لابوآت زائر هم بغاو يسمعوه الجميع المنتقدين والمشككين ويرضع لهم في الميدان تحت شعار ما تخلعنا لا كوريا لا كولومبيا والمغربيات غادي يوريكم على شقدات مقابلة كوريا كانت مهمة جدا لاحياء الامال وتحقيق ثلاث نقاط من اول مشاركة ليست للمغرب فقط بل عربية في المونديال المدرب الفرنسي كانت عنده التيقة كاملة في المجموعة اللي كيتوفر عليها وكان مؤمن بانه غادي يرجعوا من السكة الصحيحة ويفوزوا في المقابلة فعلا ذاك الشي اللي وقعه من البداية كان حماس كبير باش يسجلوا وفي الدقيقة ستا لمهاجمة ابتسام جريدي زارت الشيباك بعد عرضية رائعة من حانا نقيت الحاج اللاعبات المغربيات لعبوا بهدوء كبير وضيعوا العديد من الفرص لكن في النهاية حققوا المراد بالخروج بانتصار غالي يخليهم يلعبوا مباراة فاصلة وحاسمة امام كولومبيا هاد الاخير ربحوا المانيا بجوج الواحد في نفس الجولة الثانية من دور المجموعات ووصلوا النقطة السادسة هنا بدأ التشاؤم من المغربة كيفاش غادي نربحوهم وحنا خسرنا ضد الالمان بسوداسية وهو ما ربحوهم التأهل شيء مستحيل وخاصنا نرضاهو بالواقع ونفترضو قاعد ربحنا خاصة المانيا تخسر او التعادل مع كوريا ولا خاصنا نربحو بنتيجة كبيرة وهاد شيء صعيب هاد تساؤلات والاحتمالات كاملين شفناهم وسمعناهم وباش ما نكتبوش على رسنا كان يبلينا التأهل بحل شيء معجيزة لبؤات دخلوا ممسوقات لهاد شيء وعقلهم وتفكيرهم كان مشغول بحاجة وحدة المهم نربحوه نديرو اللي علينا والباقي لله الى كتابة ذك شيء اللي بغينا الحمد لله التأهل اللي كان يبلينا اعجازي اصبح حقيقي مباراة كانت مصيرية وصعبة جدا امام منتخب قوي ولكن الاسرار الى التحدي والمواجهة دون خوف والقتال الى اخر لحظة والايمان بامكانياتهم خلقات تفوق واستطعنا تحقيق الانتصار والمرور للدور الثاني بفضل هدف انيسة في الوقت الضائع من شوط الاول مشهد زوين عمرهم غد ينسوه وهو ما كيتسنوا على احر من الجمر نهاية المباراة بتاع التورالمانيا وبعدها احتفال بشكل جنوني مع دموع الفرح بتقديم كوريا الهدية كبيرة بالتعادل امام الماكينات الالمانية خلتنا نمرو الدور الثاني لملاقات المنتخب الفرنسي يوم التولتاء القادم في الاراضي الاسترالية غانخلي واتشي جاني باندابا كيف ما كتعرفو ما غنطيحوش في التكرار ونعودو نفس الهدرا لكالدور بدون اي اضافة واجهو نتعرفو على بعض الامور اللي كانت وراها الانجاز اولا مالكنا الغالي محمد السادس نصره الله لان الرؤية دياله في تطوير كورة القدم هي السبب الرئيسي في كل هاد الانجازات والاهتمام ما كانش فقط على مستوى الرجال بل ايضا الكورة النسوية وبكل فئاته السنية تانيا الانجاز التاريخي العالمي المغريب على مستوى الكورة النسوية ما جاش من فرعه ويكفي باننا عندنا واحد من افضل المدربين في هذا المجال راينالد بيدروس اللاعب السابق والمدرب بالحالي اشرف على تدريب واحد من افضل فرق في اوروبا وهو ليون الفرنسي وحقق معهم الدوري الفرنسي ودوري ابطال اوروبا عام الفين وتمنتاش والفين وتساتاش وكأس فرنسا كذلك وربح افضل جائزة فرضية الفيفا كاحسن مدرب عام الفين وتمنتاش هاد السيرة الداتية المتميزة والحافلة بالانجازات كتوضح بانه هادش اللي حقق مع المغريب ماشي صدفة واختياره من طرف رئيس لقجا عام الفين وعشرين لتولي مهمة روبان سفينة لابو اطل اطلس كان اختيار صائب ودكي كان حصده التمار ديله الان البداية كانت من خلال كأس افريقيا عام الفين واثين وعشرين اللي تنظمت بالمغريب جاوزنا منتخبات قوية كالسينيغال وبوركينافاسو اوغاندا في دور المجموعات وبعد ذلك الانتصار على بوتسوانا وضمان بطاقة العبور نهائيات كأس العالم لأول مرة في تاريخنا في دور النصف النهائي حققنا فوز تاريخي وغالي من خلال ضربات ترجيح امام غول افريقيا وصاحب الاكتر تتويجن نيجيريا بحداش اللقاب البطولة ضعت في الاخير امام جنوب افريقيا ولكن الكل كان راضي على هذا المصار المتميز نجاح بيدروس طبعا ما كانش غدي يتحقق لولا اللاعبات المتميزات كالحاريص الرميشي ابنة خريبقا واحد دعامات الجيش الملكي وهناك ايضا صاحبة شارة القيادة الشباك بنت اللاعب المغربي السابق العربي غزلان نجمة الجيش الملكي والمنتخب المغربي وسبق لها لعبات في الدوري المصري الفترة قصيرة دورها كبير في المجموعة وعندها امكانيات محترمة سواء لمسوى الصناعة او تسديد جريدي المميزة كحركية وحي استهديفي واحد افضل المهاجمات في تاريخ المنتخب مرت من الجيش الملاكي والان كتلعب في الدوري السعودي مع الاهلي ما انساوش نهيلة بنزينة اول محجبة في تاريخ المونديال مدافعة كتميز بالصلابة والقتالية وعندها دور كبير في نجاح المنتخب المغربي والفريق العزكري تاقناوت كذلك اللي كتلعب كجنح ايصر نالت اهجاب الجمهور المغربي بالسرعة ديالها والخيفة في الانطلاق وعندها عروض كتيرة تلقاها نادي الجيش الملاكي وما انساوش روزيلا الورقة الرابحة للمنتخب والمحترفة بالدوري الانجليزي مع توطنهام تجربتها الكبيرة في اوروبا كتفيد بزاف المجموعة اللائحة طويلة ما كراناش نذكره جميع الاسماء كالحماري والنقاش واي تلحاج ولكن الاهم هو نجاح المنظومة ككل والمساهمة فد الانجاز التاريخي وادخال الفرحة على الشعب المغربي المهم سؤال الحلقة من اجل المشاركة في المسابقة غادي يكون على شكل توقع توقع نتيجة مباراة المنتخب ضد فرنسا مع تحليل بسيط وما تنساش او ما تنساش الاسم ديالك الكامل في اخر التعليق غادي نبقى محافظين الى النية وتقتنا كبيرة فد البنيتات لمال الفوز على فرنسا والتأهل لربع نهائي كأس العالم كل شي ممكن والمستحيل ليس مغربي محبي قصة بطل شكرا بزافة للدعم ديالكم المستمر مونير يحييكم الى مقطع قادم ان شاء الله